بعد انتهاء مبارة الفيحاء والمصر خرج البرتغالي كريستيانو رونالدو من الملعب غاضبا بعد ان فشل في مساعدة المصر في انهاء الجولة بالنقاط كاملة وهاجم رونالدو قبل خروجه من الملعب علي الزقعان لعب نادي الفيحاء لينفجر غضبا بسبب طريقة لعب فريقه طوال المباراة الكاميرات التي التقطت كلمات رونالدو اوضحت بانه قال لزقعان ان لا تريدنا ان نلعب في اشارة من البرتغالي الى ان نجوم الفيحاء تعمدت اضاعة الوقت للخروج بالنتيجة ايجابية ويلعب المصر ضد الهلال في المباراة المقبلة من دوري روش في 18 ابريل الجار في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة اشتركوا في القناة